على أي حال مشاهدين الكرام أثمنا صباحا وموعدنا مع مجز الأهم الأنباء مع لمياء حمدين تفضل يا لمياء شكرا جمعنا أثمنا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جريناتش مجز الأخبار من التلفزيون المصرية أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في بلورة التعاون المشترك مع اتحاد شركات كوبيلوزز اليونانية للكهرباء لإقامة مشروعات إنتاج ونقل الطاقة النظيفة الذي يخدم القارتين الأفريقية والأوروبية جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس اتحاد شركات كوبيلوزز اليونانية للكهرباء وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول استعراض التعاون لتنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة في مصر ونقلها إلى أوروبا عبر اليونان من خلال إنشاء كبل بحري للربط الكهربائي بين البلدين أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مستشفى العالمين النموذجية من المشروعات المهمة التي حظيت باهتمام كبير حيث تم إجراء تطوير شامل للمستشفى وذلك خلال تفقده للمستشفى النموذجية بمدينة العالمين حيث افتتح مدبولي وحدة الرانيل المغناطسية الجديدة التي تم إمدادها بأكبر أجهزة وأسرع أجهزة للرانيل مؤخرا ثم افتتح رئيس الوزراء وحدة قسطرة القلب والقسطرة التداخلية بالمستشفى والتي تم تشغيلها مؤخرا طلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولية في السادس من سبتمبر الجاري لمناقشة قصف محطة زابوريجيا والاستماع لنتائج زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأكد نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بولينيسكي أن طلب موسكو يأتي في ضوء القصف والاستفزازات الأوكرانية المستمرة بالمحطة النووية بهدف تعطيل زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمحطة أفدت وكالة تاس الروسية للأنباء أن حوالي خمس انفجارات قوية دوت في مدينة مليتيوبول بجنوب مقاطعة زابوريجيا ووفقا للمعلومات الأولية قد بدأت الدفاعات الجوية في المدينة بالعمل هذا وذكرت وسائل أعلام محلية أن الانفجارات وقعت في الجزء الشمالي الغربي من المدينة ألغى الرئيس الأوكراني بلاديمير زيلينسكي رسميا عمل الوفد الأوكراني في مجموعة الاتصال لحل الوضع في شرق أوكرانيا جاء ذلك وفق مرسوم نشر على موقع الرئاسة الأوكرانية يذكر أن مجموعة الاتصال الثلاثية بشأن أوكرانيا والمعروفة أيضا باسم مجموعة الاتصال الثلاثية للتسوية السلمية للوضع في شرق أوكرانيا شكلت في صيف عام 2014 قال مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة الذي يرأس مجلس الأمن حاليا نيكولاس ديريفير أنه في حال قرر الرئيس الأوكراني بلاديمير زيلينسكي الذهاب إلى نيويورك والتحدث في مجلس الأمن فلن يتم غلق الأبواب في وجهه مشيرا إلى أن هذا القرار الذهاب إلى نيويورك من عدمه يعود لزيلينسكي لافتا إلى أن مجلس الأمن الدولي سيكون مستعدا لاستماع لما يريد الرئيس الأوكراني أن يقوله يوجه المنتخب الوطني للنشئين اليوم نظيره المغربي في الدورة ربع النهائي من بطولة كأس العرب تحت سن 17 عاما المقامة في الجزائر وكان المنتخب النشئين قد تأهل إلى دورة ثمانية بعدما تصدر مجموعته برصيد تسع نقاط انتهى موجز أسنان ميناء وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخرية مصر بعد الفاصل